اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة يضيف أحد على تطبيقك الخاص فيسبوك لايت من خلال ضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا سوف نقوم بالنزول للأسفل نضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة سوف نقوم بالنزول للبحث عن تطبيق فيسبوك لايت في هذه النافذة الخاصة هنا نضغط على فيسبوك لايت ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزول نضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على إدارة التخزين ثم بعد ذلك نضغط على العلامة السرقة ثم نقوم بالرجوع نضغط على مسأل التخزين المؤقت ثم سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الشراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر